وصفتنا اليوم قلاش باللحمة في طاو على النار نضيف زبدة أو زيت بصر لحمة مفرومة وأقلبها إلى ما تنشف مويتها بعدين نضيف البهارات وأنا أضفت من بهارات سرى أضفت من بهار اللحمة البابريكا والثوم المطحون وشوية ملح وقلبتهم وبعدين أدهن الصينية بشوية سمنة وأضيف عليها تمانية أوراق قلاش وبين كل ورقتين أدهن كمان بشوية سمنة وبعدين نضيف الحشوة وعليها شوية موزاريلا ونكرر أوراق القلاش وآخر طبقة ندهنها بالسمنة وكمان نقطحها قبل أن دخلها الفرن أدخلها عشرة دقائق وبعدين نطلحها وأضيف عليها خليطة البيض والحليب والفلفل الأسود ورشة بسيطة من الملح وأوزحها وأرجحها للفرن إلين ما تستوي وتتحمل وتكون عندنا جاهزة الوصفة مرة سهلة وبسيطة وكمان مرة لذيذة أتمنى تجربوها وعليكم بألف عافية اشتركوا في القناة